أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر تنفيذ لتوجيهة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال اجتماع عقده لمتابعة جهود توفير الأرز بالسوق المحلية وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار حضر تصدير الأرز وذلك من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية مع تجديد وأحكام الرقابة على المنافذ